اشتركوا في القناة القمر استقروا في برج الجدي في منزلة سعد الذابح وهي للعلاج والفراق والخلاص والحرية وتأثير القمر لما بيصير بالجدي على جميع الابراج بنعود لطبيعتنا الجدي ومنحاول انجاز عمل متراكم منجد ان الامور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر علينا روح التشاؤم او على البعض مننا علينا الاجتهاد اكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد وشراء تحفي اثرية او البدء بحمية او شراء بوليس التأمين اما بالنسبة للزوايا الفلكية فاول زاوية هي الزوايا البطيئة لما بعد الحلقة مباشرة ذكرناها في الامس ورح نعيدها اليوم هي زاوية تثليث ايجابية بين الزهرة ونبتون هاي رح تكون في تمام الساعة 9 و12 دقيقة مساء او بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول وبتجذب الاخرين النا اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث ايجابية بين القمر والشمس رح تكون في تمام الساعة 3 و8 دقائق فجرا منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساند والدعم من الاصدقاء ومنتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبما انه في عنا زاويتين وحدة الها علاقة بالزهرة ونبتون والقمر والشمس معناته هذا يوم ممتاز جدا لامور التجميل والامور اللي لها علاقة بقص الشعر او علاج الشعر او اي شيء تجميني باليوم هاد تقريبا بيكون ممتاز اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر واورانوس رح تكون في تمام الساعة 12 و50 دقيقة بعد الظهر وهي بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للقمر بما انه موجود بالجدي معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم 29 ثمانية رح يكون في تمام الساعة 37 دقيقة مساء ورح يستمر حتى اليوم التالي اللي هو بداية 38 اللي هو ما بعد منتصف الليل يعني الساعة 12 و37 دقيقة بتوقيت جرينيش يعني الفجر بالنسبة للاردن وبكون القمر هيك انتقل للدلو اما بالنسبة لعمر القمر القمر الاحدى بعشر ايام في تمام الساعة وحدة ودقيقتين بعد الظهر بيصبح 11 يوم نسبة الاضاءة 75% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 22 تسعة المزاج سعيد القمر في الجدي حتى يوم 38 المزاج سعيد عطارد في العذراء حتى يوم 5 تسعة المزاج سعيد الزهرة في السرطان حتى يوم 6 تسعة اليوم منتحسة المريغ في الحمل حتى يوم 9 تسعة بعدين بيبدأ عملية التراجع المزاج بلش يصير منتحس يعني منتحس مش بلش هو منتحس المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 تسعة مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29 تسعة مزاجه منتحس اورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14 واحد 2021 مزاجه منتحس نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 29 احداش ولكن اليوم مزاجه سعيد لأنه بشكل زوايا احنا منسميها المستطيل اللي هو التسديس مع المشتري وبيجي برضو مع القمر بيجي مع الزهرة فهذا شكل نوع من أنواع المستطيلات الإيجابية فعشان هيك يحضوا اليوم أو سعدوا اليوم أكثر بالنسبة لبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس طبعا اللي بدو يعرف كيف نعمل المنتحس والسعادة وهيو كيف تنحسب أنا مبارح بمزاج الكواكب حلقة الأمس ذكرتها بالتفصيل وذكرت كل كواكب كيف الزوايا اللي عملتها وإيش الأثار اللي عملتها فعشان هيك اللي حاب يسمعها يرجع لحلقة الأمس عشان ما أقوله يرجع لحلقات بعيدة فأنا ركزت عليها في مزاج الكواكب في حلقة الأمس أكثر عشان يكون فيه نوع من أنواع الشرح اللي تفهموا كيف احنا منعطي صعودة ونحوسة الكواكب وشو السبب للسعودة والنحوسة وشو السبب للزوايا هاي وحتى لو كانت إيجابية ممكن الكوكب نفسه يكون مشكل زوايا ثانية هي اللي تضعفه فاللي بدو يستفيد من هاي المعلومة كمعلومات يرجع لحلقة الأمس ويركز فيها بشكل كامل وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بما أنه القمر صار موجود بالجدي يعني زاوية تربيع معاك فهذا الإشي بضعف شوي أو بيدخلك في نوع من أنواع الامتحانات أو ممكن تمر في امتحان صعب اليوم بيجي بشكل مفاجئ الامتحان هذا ممكن يجي على مستوى سمعة على مستوى نقاش على مستوى حوار على مستوى عمل يعني فيه إشي بيمتحن قدرتك أو قدراتك على ردة الفعل أو على قدرتك على التحليل أو على حكمتك على الجواب فعشان هيك اليوم بدك تكون مستعد إلى هاي الأمور بشكل كبير أما بالنسبة طبعا للمريخ بما أنه موجود عندك وهو منتحس فهو اللي بيغلب عليك بس الاندفاع والتهور واصدار القرارات والتسرع والعصبية وحدة من هدولة ممكن تكون ظاهر عليك بدك تحكمها بشكل جيد وتسيطر على انفعالاتك عشان تكون الأجواء إيجابية بالنسبة لك أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا اليوم الأجواء ممكن يعني تجيب لك بعض المفاجآت على المستوى المالي ممكن تحصل بعض المكاسب المالية اللي عادة بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو بعض الأرباح أو بعض الاهتمامات بسوق المال اللي ممكن أنك أنت تحصل منها بعض المكاسب اللي تدعمك طبعا هاي للناس اللي بيحبوا يتحركوا وبيحبوا يشتغلوا وبيحبوا يجيبوا هذا الشيء أما اللي قاعد في بيته وباستنى أن الرزق تجي فما رح تجي هاي الأمور أما بالنسبة للبيت الثالث فالأمور اليوم شوي فيها لأنه زوية التربيع هاي اللي مع القمر يعني تقريبا تظهر لك نوع من أنواع التسرع في الأحكام أو في ردات الفعل فحاول أنك تضبطها قدر الإمكان عد للخمس ملايين يبل ما تصدر أي قرار أو انفعال خلال هذا اليوم فحاول برضو تنتبه أثناء تنقلاتك أثناء حواراتك نقاشاتك إذا كان عندك امتحام لك تركز جيد وبرضو ممكن تستاء من تصرف إلى علاقة إما بأحد الإخوي أو بأحد الجيران أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء طبعا من الزهراء تظهر بعض الخلافات أو النقاشات أو الحوارات أو الحساسية من موقف ما له علاقة بالبيت فعشان هيك بدك تحافظ على ردة فعلك وحاول قدر الإمكان أنك ما تنزعج قوم بواجباتك المنزلية أو العائلية بشكل كامل بدون أي تهورات أو أي انفعالات يعني حاول أنك تكون مرن جدا أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا المستوى العاطفي الأمور الروتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتعامل مع الأحبة بشكل روتيني تماما ممكن يكون لك اليوم تعامل مع ابن أو أحد الوالدين أو الاهتمام فيهم أو ممكن تكون فيها نوع من أنواع القلق أو التوتر عليهم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها داعمة على مستوى العمل وبتعطيك فرص لعمل جديد أو لمقابلات أو لمشروع جديد أفكار نيرة لتجاوز مصاعب معينة إلها علاقة بالعمل ستات البيوت بنجزوا أعمال إلها علاقة بالبيت أو ممكن يحصلوا بعض المكاسب اللي إلها علاقة بتطوير المنزل عندهم زي مشتريات أو ديكور أو أعمال منزلية أو اهتمامات على مستوى عملها يعني عملها هذا يعتبر من العمل إلها على المستوى الصحي تقريبا الأجواء بدأت تستقر شيئا ما ممكن اليوم يصير في نوع من أنواع الطمأنينة أو تطمئن على صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا على مستوى بيت الشراكي الأجواء برضو روتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ممكن تستاء من حوار أو نقاش أو هيك يعني اللي هي ملح الحياة هذه الأشياء الخفيفة اللي ممكن تكون فحاول أنك بس تضبط أعصابك ما في داعي لأي خلاف أو أي حدية بأثناء التعامل مع الشريك وخصوصا مع الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأموال المشتركة برضو قوي اليوم بيدعمك في مسائل كثيرة ممكن تتعزز أو تحصل بعض المكاسب اللي إلها علاقة بأمور بتتعلق في بنك ضريبة تأمين قرض تسوية أو أمور إلها علاقة بالديون بالميراث بأشياء زي هيك برضو الأجواء إيجابية أما بالنسبة للبيت التاسع اتصالاتك الخارجي وتواصلك مع أشخاص خارج البلاد برضو روتيني يعني بتتعامل تقريبا على طبيعتك بدون لا إيجابية ولا سلبي باتصالاتك ولكن إذا كان عندك امتحان أو مقابل اليوم وخصوصا جامعي أو مقابلة جامعية أو تقديم طلب جامعي بدك تستعد بشكل جيد وتكون جاهز لأي شيء ممكن يظهر على الساحة أو أي متطلبات تطلب منك حتى على المستوى القانوني أما بالنسبة للبيت العاشر فتتركز جهودكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة ما بينفعك العناد والتحدي أو إنها ممكن تشتد عليك بعض الضغوط حاول إنك تبرر عملك وإظهر مهارتك ممكن تكون الظروف معقدة وصعبة أنت طباعك شوي وأفكارك مشتتة وعصبي نتيجة الغضب والإطراب أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة على مستوى بيت الأصدقاء فاليوم ممكن تحمل لك لقاء أو تقابل أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض الأشخاص اللي بيعزوا عليك أو اتصال منهم أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء جيدة جدا على مستوى العمل على مستوى الصحة وبيطمئن بالك من مسألة كانت مأرقيتك بالفترة الماضية فممكن اليوم تشعر بنوع من أنواع الارتياح أو تنجز أشياء كان صعب أنك تنجزها بالفترة الماضية وممكن يعني هيك يصير لك نوع من أنواع الأشياء الإيجابية على مستوى صحة أحد الأحبة برج الثور طبعا بالنسبة لبرج الثور اليوم الأجواء إيجابية ودعمة لكم بشكل كبير طبعا فيه أشخاص من موليد برج الثور بيقولك لا إحنا تعبانين وإحنا عنا مشاكل إحنا الأمور معركسة من بداية السنة أنا لما ذكرت التوقعات للسنة ذكرت أنه فيه ضغوط كبيري على موليد برج الثور مش زي ما روجوا في بداية السنة بعض الفلكيين أنه المشتري وداخل عن الجدي والسفر والهجرة ومش عارف إيش هاي الأمور في ضغوطات إلها علاقة أول إشي ببيت المتاعب عندك المريخ وعندك في كمان الفترة هاي أورانوس بتراجع عندك يعني هاي الأجواء كلها ضغطة الجمالا الشهر هارض مع انتقال الشمس وعطارد ودخولهم داما بيت حليف لإلك العذراء هذا بدعمك بشكل قوي أنت بدأت مرحلة جديدة وتجوزت الصعوبات اللي كانت بالفترة الماضية يعني ممكن تشعر ببعض التطمينات على بعض المسائل وتحش تحس نفسيتك أحسن بكثير المترهاي من الفترة الماضية يعني في تطورات ممتازة جدا معلش عذروني على العك أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا الأجواء عندك يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل فاليوم ممكن تحل مسألة إلها علاقة بالمطالبات المالية أو المكاسب أو ممكن تظهر بعض المصاريف عند البعض ولكن مش مربكة يعني برضو مسيطرة على الوضع أنت بشكل إيجابي بس حافظ على أموالك بشكل جيد وابتعد عن المغامرات المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء يعني شوي من الزهرة هي في نوع من أنواع الضغط قلة التركيز الإنفعال والعصابية أو التحسس من موقف معين حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية وتبعد عن المشدات الكلامية أو فرض الرأي برضو خيالك شوي ممكن يعطيك بعض الأفكار اللي شوي ممكن تكون متشتت من وراها أو تدخل لك بعض الأفكار السودة هيك حاول أنك تضبطها وانتبه أثناء تنقلاتك حواراتك إذا كان عندك امتحان دك تستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا منقدر نحكي روتينيا ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتعاملوا على حسب طبيعتكم على مستوى البيت ممكن تهتموا ببعض الأمور اللي إلها علاقة إما بصيانة أو ترتيب أو تصليحات أو أمور إلها علاقة ببعض الواجبات المنزلية أو العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء طبعا بتدعمك بقوة اليوم وخصوصا مع وجود القمر في البيت التاسع يعني اليوم من الأيام المميزة لإلك على مستوى الحظ والعاطفة وعلى مستوى الأحبة على مستوى النزوات على مستوى الهوايات على مستوى الفكر حتى عندك نشاط عالي جدا وخيالك خصب وقوي جدا والحضوض بتدعمك في كثير من المسائل فلازم تستغلها حتى بأمور التجميل أو تغيير المزاج هاي بتساعدك كثير أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل تقريبا منقدر نحكي إنها روتينية يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم على حسب طبيعة الأعمال ممكن تنشط ببعض الأمور اللي إلها علاقة بملفات أو عقود أو أشياء إلها علاقة بتحليل مسألة إلها علاقة بعمل أو التفكير بعمل ما أما بالنسبة للوضع الصحي فما في عليه أي قلق بالفترة هاي إلا من بيت المتاعب اللي ممكن يظهر بعض الأشياء بنذكرها بس نوصل أما بالنسبة لبيتك السابع فالأجواء برضو على مستوى بيت الشراكة بنقدر نحكي إنها جيد اليوم بتدعم من علاقتك أو من تواصلك مع الشريك وممكن تحل مسألة إلها علاقة بقضية أو إلها علاقة بأمور قانونية بتتعلق بأمور الزواج يعني اللي رفعين قضية نفقة أو إلها علاقة بينك وبين الأزواج تقريبا الأمور برضو بكون في عندك قدرة لحلها أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا برضو روتينية على مستوى الأموال المشتركة يعني بتتعامل فيها على حسب طبيعتك ممكن تنجز بعض الأمور أو تسعى لتحسين وضع مالي أو داعم لتصوراتك أهم مش إنك ما تغامر في بعض المسائل المالية أو المشاريع دون دراستها وبحث حيثياتها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع فهو حكينا أنه قوي جدا فاليوم بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو اتصال بعيد بتزداد رغبتكم بالتقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما تجعل شيء يحبطك التطورات غنية بالفرص المناسبة ممكن تنحسر بعض عواصف الأيام الأخيرة وترتفع المعنويات وتطمئن خواطرك نسبيا فترى مناسبة لأمور إلها علاقة بالسفر أو علاقة مع أشخاص خارج البلاد وبرضو لا ورشات العمل ولا الأوراق القانونية أو المعاملات القضائية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة وبرضو دعميتك على مستوى العمل وعلاقاتك بالمسؤولين وزملائك ورؤسائك بالعمل بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك 11 شوي الأجواء يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى بيت الصداقة فممكن تسعد بلقاء الأصدقاء أو زيارة أو تحاور أو مثلا يتوجه لك دعوة لزيارة أو لقاء الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فهنا منحذر بشدة من أمور إلها علاقة لتراكم بعض الأعمال وتسرعك في اتخاذ بعض القرارات اللي إلها علاقة بالعمل أو ممكن تخطئ بعمل ما أو تأجل عمل وبرضو بدك تنتبه لتقلبات الوضع الصحي بشكل كبير وخصوصا شد العضل والإرهاق والتوتر العصبي والقولون والمعدد برج الجوزاء طبعا بالنسبة للبيت الأول يعني عمل تربيع يعني الجوزاء نفسه بعمل تربيع مع الجديف عشان هيك بتحس ببعض الضغوطات أو تقلبات بالمزاج خلال هذا اليوم أو الأمور شوي بكون مزعجة في بعض مراحلها شوي بدك تضبط أعصابك بس إنه الأجواء إجمالا فيها نوع من أنواع الإيجابية حتى لو كانت على مستوى العائلة برضو بتقدر تحقق بعض الإنجازات أو بعض الاهتمامات اللي راح تكون لصالحك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الثاني فهو بضغطك على المستوى المالي ما زال إنه بسبب بعض التوتر أو القلق من مسألة مالية صحيح إنه ممكن يجيب بعض المكاسب ولكن مقابل المكاسب هاي بكون فيه مصاريف أو التزامات عالية فعشان هيك حاول تضبط ميزانيتك وحاول تبتعد عن المصاريف قدر الإمكان ما فيه داعي للتبذير أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء يعني تقريبا روتينية على مستوى تنقلاتك واتصالاتك وحواراتك يعني بشكل روتيني بتتعامل بالموضوع ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي إنه يأثر عليه خلال هذا اليوم إلا إنه بس منحذر من نقطة أنه أثناء حركتك أثناء اتصالاتك أثناء حواراتك تكون منضبط ومركز بشكل جيد أثناء تنقلاتك بالسيارة بدك تكون حذر على الطرقات يعني حاول إنك برضو ما تندفع وما تتهور أما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا قوي جدا على مستوى البيت وهذا بعطيكه داعم أو بعطيكه دفعة عالية جدا على مستوى العلاقات المنزلية أو العلاقات العائلية أو إنجاز بعض الأمور اللي بتتعلق في البيت أو أمور إلها علاقة بتصليحات ترميمات ترابط أسري ترابط عائلي يعني في أجواء إيجابية بتدعمك على مستوى العائلي ممكن تهتم لمسألة معينة أو تلفت انتباهك مسألة بتتعلق في أي شخص إلو علاقة بالبيت يعني أخ ابن أم تحديدا وبرضو أمور إلها علاقة بأفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا على المستوى العاطفي منقدر نحكي إنه فيها نوع من أنواع الروتينية خلال هذا اليوم يعني برضو بتتعاملوا على طبيعتكم مع الأحبة صحيح إنه في عندك بعض الشغف أو بعض الاهتمامات لأمور عاطفية أو حساسيتك شوي هيك بحاجة للحبيب إنه يكون بجانبك ولكن إنه أنت تقريبا لسه ما أظهرت هذا الأمر فعشان أنت تكون واضح حاول إنك تلمح للي ما عنده إحساس لمح له أما بالنسبة لأمور المشتريات والمصاريف فممكن تظهر هاي عند أي واحد خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنه فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى البيت السادس فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية أو تهم التم بعمل معين أو بإشي العلاقة بتطوير الوضع على مستوى العمل ممكن يكون في عندك بعض الضغوطات على مسألة معينة أو يظهر لك عمل مفاجئ أما بالنسبة للوضع الصحي فما في أي قلق اليوم بالعكس الوضع يعني إجمالا في نوع من أنواع الإيجابية اللي بتكون لصالحك أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة وعلاقتكم بالأزواج يعني النفور أو الفطور اللي كان في الفترة الماضي ممكن الفترة هاي تجدد فيكون فيه هيك فجوة ما بينك وبين الزوج أو إنه شوي فيه عدم الإرتياح أو استياء من تقصير أو إهمال أو عدم شعوره بمطالبك وحسيسك هاي شوي ممكن هي اللي مؤثر عليك ولكن إجمالا أنت بتتعامل بشكل ودي وبالعكس حابب إنه كون فيه نوع من أنواع التقارب أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا هون اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية والفرصة متاحة لمكسب من شراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية ما تتشبث بمواقف متصلبة بلكون مرن ومبتسم ناقش بليوني ودبلوماسية اتكلم وعبر عن آراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة ابدأ يومك بروح رياضية أما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا الأجواء يعني ممكن هي تجيب لك بعض الاتصالات الخارجية أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالتعليم أو الدراسات العليا اللي هي الدراسات الجامعية أو الاطلاع على موضوع معين أو مناقشة موضوع سياسي ديني فلسفي أو تدخل في هذا الخضم شوي ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالرياضة أو الحركة أو هواية معينة ممكن تلفت انتباهك اللي علاقة بالمجال أو السفر حتى أهم شيء إنه إذا كان عندك امتحان أو مقابلة أو عندك قضية قضائية تركز على فيها أو في حيثياتها بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة وبتدعمك بقوة وبتعزز حتى من ثقتك بالنفس ممكن تنجز بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالسمعة أو بتعزز أو الدفاع عن السمعة أو أمور إلها علاقة بالعمل أو مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء ضاغطة زي ما ذكرناها بكل يوم إنه الأجواء حادة جدا على مستوى بيت الأصدقاء ممكن تجيب بعض التوترات أو التقلبات أو الإنفعالات أو المغامرات والمجازفات على مستوى علاقتك أو أصدقائك أو ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفية أو مناسبة بسردات فعلك تكون سلبية أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريبا من أورانوس تحدث بعض المفاجآت فعشان هيك قليل من موليد برج الجوزاء ممكن يشعروا بتعب جسدي أو صحي أو يتراكم عندهم بعض الأعمال بالفترة هاي لأنه عندهم قدرة لإنجاز الأعمال أو الاهتمام بأعمالهم يعني طاقتك عالي في هاي الفترة برج السرطان طبعا القمر الآن صار مقابلكم تماما فهو بعطيكم نوع من أنواع الإيجابية ولكن بضعف من الطاقة شوي يعني بخلي طاقتك شوي ضعيفة ردات فعلك شوي فيها نوع من أنواع السلبية في عصبية في حدية بتطلع في لحظاتك زيطاقة كبيرة ممكن تنفجر في اللي حواليك حاول أنك تضبط عصابك وتكون مرن وتسيطر على انفعالاتك يعني ما في داعي للحروب في هذا اليوم لأنه دائما قصمك بهاي الفترة بكون أقوى منك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه روتينية على المستوى المالي حاول أنك تحافظ على أموالك ما في داعي للمصاريف الزيادة ممكن بعضك يحصل بعضك طبعا يحصل بعض المكاسب المالية اللي عادة تيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو رواتب أو اهتمام ببعض الأشياء اللي علها علاقة بالدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا بتدعمك بقوة على مستوى الاتصالات والحوارات عند قدرة على الإقناع عالية رغبة بالتواصل والاتصال والتنقل والاهتمام بأمور الهلاقة بالأجهزة الإلكترونية أو التليفونات أو الاتصالات أو الرقابة أو التجسس هيك على الشريك أو على أحد الأبناء يعني الاطلاع على بعض الأمور المغيبة بسر عند حد موضوع عند حدك يحبين تطلعوا عليه وممكن يجي لحاله أساسا بدون ما تتعب والفترة هاي أما بالنسبة لأمور الامتحانات فالأجواء جيدة وحتى رغبة بالدراسة أو حث أبنائكم على الدراسة أو يعني رغبة بشيء له علاقة بالمجالات العلمية قوي جدا حتى علاقتك مع الإخوة والجيران الفترة هاي فيها نوع من أنواع الاستقرار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا منقدر نحكي أنه روتينية بتتعامل على حسب قدراتك تتعامل على حسب الإمكانيات الموجودة ممكن تهتم ببعض المسائل البيتية زي ترتيب ودكور ومشتريات وهذه طبعا كل الأبراج بيهتموا في نفس المسألة هاي ولكن ممكن شوي صير عندك هيك شوية مصريف زيادة إلها علاقة بالبيت أو إلها علاقة بأحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه على المستوى العاطفي برضو روتينية يعني برضو اهتمامك بالأحبة صحيح أنه زوايا القمر بتعطي إيجابية للعاطفة ممكن تهتم بالحبيب أو تتواصل مع الحبيب خلال هذا النهار أو يكون في مرافقة خاصة ما بينك وبين الحبيب ممكن يكون في نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل تقريبا روتينية يعني بتقدر تنجز أعمالك بشكل روتيني بواجباتك الكاملة وبرضو ممكن يكون لك بعض الاهتمامات على المستوى الصحي لأنه شوي طاقة ضعيفة فممكن تشعر ببعض التقلبات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة فترة مناسبة للقيام بعمل مشترك الأجواء ممكن تكون شوي فيها نوع من أنواع التوتر أهم شيء أنك تركز بشكل جيد وما ترتجل الأجواء ضاغطة نسبيا والمسؤوليات كبيرة أهم شيء أنك تهدئ من روعك وما تنفعل إجمالا الأجواء بالداعم من العلاقات ما بين الأزواج إذا ما دخلتوا بحرب ضروس أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه في بعض الاهتمامات على بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة زي ديون قروض أموال الشريك اللي هو أموال الزوج مثلا أو أمور إلها علاقة بميراث أو أرض ميراث أو إشي بتعلق بالميراث ممكن تهتموا فيه وبرضو الاهتمام في بعض المسائل الغيبية ممكن يكون واضح تماما أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ممكن تدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ممكن يجيك خبر شوي يعني هيك يصدمك هيك يخليك مصدوم وممكن أنه هيك يتسرب لك خبر عن موضوع بتعلق في أشخاص أو عيلة أو جماعة مقيمين خارج البلاد بالغربة أو إشي عن طريق موضوع إلو علاقة بالجامعة أو الدراسة تهتم فيها بشكل كبير أو مواضيع امتحانات أهم شي إذا كان فيه إشي إلو علاقة ببعض المسائل القضائية أو القانونية بدك تهتم فيها بشكل واضح تماما أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء طبعا على بيت السمعة ما زال فيها نوع من أنواع الضغط من المريخ فما في داعي للمجازفات والمغامرات وتشويه السمعة بالفترة هاي وابتعد عن المشاحنات والمشاكل والتقصير بالعمل في مكان عملك وخصوصا نقاشات وحوارات مع زملائك أو رؤسائك بالعمل لأن الفترة هاي بتهدد سمعتك وبتهدد أمور الهلاقة بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء ممكن تكون داعمة في بعض المسائل اللي إلها علاقة بعلاقاتك أو أصدقائك أو معارفك وممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلي أو مناسبة أو تسعد بزيارة معينة ولكن احذر من تقلبات المزاج أو الاستياء من تصرف بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الأجواء ما فيها أي شيء بيأثر عليك الأجواء إيجابية ودعمة بقوة فممكن تحقق بعض الإنجازات اليوم على مستوى العمل أو تنجز بعض الأعمال اللي كان صعب أنك تنجزها بالفترة الماضية أو تنهمك بعمل معين وبرضو ممكن يكون فيها إذا قلق قلق على صحة أحد الأحبة أو الاهتمام بأدوية وعلاجات والأشياء الروتينية فقط لا غير قدراتها برج الأسد طبعا القمر الآن انتقل صار في البيت السادس للكم وبما أنه انتقل للبيت السادس يعني بدأ بمراحل المقابلة فشوي بيخلي الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط أو الاهتمام العالي في مسائل إلها علاقة بالعمل أو إنجاز عمل أو بتنهمك بتطوير عمل أو تحصيل مكاسب من عمل أو عمل جديد يعني كل إشي له علاقة بالعمل ممكن اليوم أنت تركز عليه بشكل أو يهمك موضوعه أو يعني تفكر في تطويره أو مساعدة عشان إنجاز بعض الأمور المهمة الأجواء فيها نوع من أنواع التقلب يعني بيكون فيها نوع من أنواع المزاج المتقلب اللي مش تابت على رأيي ولكن داخلياً أنت شاعر أنه فيه نوع من أنواع الطاقة الإيجابية قاعدة بتتحرك حواليك أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعاً على المستوى المالي عندك نشاط عالي جداً وعندك قدرة على تحقيق إنجازات كان صعب أنك تحقيقها بالفترة الماضية فلازم تتحرك وتستغل الفرص هاي أو تسعى عن فرص أو تفكر في تطوير الوضع المالي لأن الفرص في الفترة هاي قوية ودعمة على هذا المستوى فإذا ما استغلتها معناته اعرف أنه يعني الأمور ما راح تكون جيدة بالفترة القادمة مالياً لأنه لازم تجد الحلول بالفترة هاي أهم إشي أنك تركز وتعرف إيش اللي بدك هي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريباً منقدر نحيي إنه فيها سرعة بديهة وقدرة على التنقل والحوار والنقاش برضو رغبة قوية جداً بالاتصالات والمواصلات والتنقلات وعلاقاتك حتى معارفك برضو بتنشط معهم رغبة بالمنطالعة أو الإطلاع على بعض الأمور أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريباً روتينية يعني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي واهتماماتك العائلية أو البيتية أو المنزلية روتينية تماماً ممكن تهتم ببعض أفراد العائلة أو بموضوع عائل معين شوي هيك يلفت انتباهك أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريباً ما زالت فيها بعض الأجواء الإيجابية اللي بتدعمك اللي بتعزز من عواطفك وعلاقتك مع الأحبة بالفترة هاي وبرضو شوي هيك فيه عندك قدرة على توصيل المعلومة أو التواصل الجيد مع الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فطبعاً بيبدأ العمل بتراكم عندكم مع هيك انتوا قادرين على إنجاز قسم كبير منه أهم شي انكم ما تهملوا صحتكم هاي فترة عمل جيدة أهم شي انك تكون أكثر انضباط وتنظيم وممكن تنشغل بأمور صحية أو رياضية أهم شي انك تحافظ على استقرار وضعك الصحي ممكن تقلق بشأن أحد المعاونين أو أحد الأصدقاء أو أحد الأحبة ممكن يكون عندك نوع من أنواع العمل الجيد خلال الفترة هاي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريباً نقدر نحكي إنها روتينية بطريقة التعامل ما بينك وبين الشريك المال أو العاطفي اللي وما بينك وبين الأزواج ممكن تنجز بعض الأشياء الضرورية أو بعض الأشياء اللي تكون ممتازة اللي تدعم من العلاقة ما بينكم وممكن تحمل مصالحة أو يعني هيك مراجعة على بعض الأمور أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريباً نقدر نحكي إنها جيدة على مستوى الأموال المشتركة والأمور اللي إلها علاقة إما بدعم أو قرض أو مساعدة أو أموال الزوج أو البحث عن وسيلة تحسن الوضع المالي تاعك زي قرض أو أمور إلها علاقة بالميراث الاهتمام بالغيبيات عالي جداً بالفترة هاي برضو رغبتك على الإطلاع على الأسرار والخفايا والخبايا حتى عند الأشخاص منتازة أما بالنسبة للبيت التاسع فمنقول هنا الأجواء ضاغطة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص قارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالجامعة أو الامتحانات الجامعية أو القضايا القضائية أو السفر يعني شوي هاي الأمور فيها نوع من أنواع الضغوط فما تهملها وما تعتمد على الحضوض وبدك تكون مركز عليها تماماً أي موضوع علاقة بهاي الأمور أوعى تخليه مر مرور الكرام لابد إلا فيه من وراء امتحان ما أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة يعني بحدث بعض التقلبات فعشان هيك بنقول لك ما تجازف وما تغامر وما تخاطر وما تعمل أي شيء العلاقة بخلاف أو نقاش ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل الأجواء تقريباً مش عدائية بالكامل على الكل ولكن بطلب مني أني أنا أحذر على هذه النقاط ممكن يجيب لك عمل مفاجئ أو طلب لعمل مفاجئ أو وظيف مفاجئة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء على مستوى بيت الأصدقاء تقريباً روتينية ممكن تنشط ببعض العلاقات أو مع بعض الأصدقاء أو تواصل مع صديق قديم أو ممكن تهتم بأمور إلها علاقة بمناسبة أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعاً الأجواء من الزهرة شوي بتخلي المزاج عندك حاد في بعض الأوقات ممكن تراكم بعضك عند بعض الأعمال أو تنشط بإنجاز بعض الأعمال وبرضو الإهتمامات على مستوى الصحة أو هام أو وساوس أو قلق شوي ممكن أنها تظهر بالفترة يدير بالك على صحتك أو على صحة أحد الأحبة برج العذراء طبعاً بالنسبة للبيت الأول الأجواء تقريباً إيجابية ودعملة إلك بقوة بالعكس يعني أنت عندك حيوية عالية عندك سرعة بديهة عالية عندك قدرة على التحرك الفترة ثقتك بنفسك برضو كبيرة مشحون بطاقة عالية جداً شوي يعني بتطلع من جو السلبية قاعدة شوي شوي يعني درجة درجة فالأجواء قاعدة بتبلش بمراحلها الإيجابية اللي بتفتح لك مجالات كان صعبة أو كانت مستحيلة بالفترة الماضية أو تعطلت بالفترة الماضية ممكن تلمس بعض الأشياء الإيجابية كل ما تقدمت الأيام ولكن اليوم تحديداً في إيجابيات ممتازة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء على المستوى المالي ما زالت يعني شوي بتسبب لك نوع من أنواع القلق أو التوتر أو الاستياء ممكن تظهر بعض المصاريف أو المتطلبات المالية اللي بتكون عادة يعني اللي جاي واللي رايح واحد يعني بيجيك فلوس ولكن عندك مصاريف مقابلها أو التزامات مقابلها بدك تهتم فيها بشكل كامل أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء داعملة إليك وقوية وبتعطيك قدرة على التواصل والاتصالات والحوارات وقدرة على إيصال المعلومة وحتى عملية الإقناع عندك عالي جدا ممكن تقنع أي شخص بوجهة نظرك اللي بيشتغلوا في مجال التسويق اليوم رح يبدعوا تماما ممكن يسوقوا لشيء يعني لو لا الهوى ممكن يبعوه أما بالنسبة لأمور الامتحانات فهي جيدة حتى في الاهتمام في مسائل إليها علاقة إما بالحركة أو بالرياضة أو بالسيارات أو بالتليفونات أو الإلكترونات بتكون قوية جدا حتى حث أبناء قعد دراسة أو الاستعداد لأمور الدراسة برضو جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء برضو بتدعمك على مستوى البيت شيئا ما مش بالقوة الهائلة ولكن إجمالا تتعامل بشكل روتيني ممكن تظهر بعض المسائل أو الأشياء المربكة في لحظات معينة على مستوى البيت أو قلق على مسألة بتتعلق في أحد أفراد العائلة ولكن إجمالا عندك قدرة على سيطرة على هاي المشاعر أو ردات الفعل ممكن اليوم تنجز أشياء مهمة جدا إنها علاقة بالبيت أو العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا اليوم تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم فترة مناسبة للنشاط فني هاي الفترة بتحمل أجواء سحرية ومفاجئة سعيدة أو مفاجئة سعيدة أو احتفال سعيد أو مناسبة سعيدة بتكون نظرتك للحياة متفائلة ممكن تندم على تصرفاتك الأخيرة أو تتراجع عن قرار سابق وممكن تحاول ترتيب الأمور بشكل جيد فترة بناءة وإيجابية أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى العمل جيدة برضو بتدعمك بشكل قوي ممكن تعزز بعض النقاط بقوة جدا على مستوى العمل وممكن أن أشخاص يعاونوك أو يساعدوك في مسائل معينة عندك قدرة لإنجاز الأعمال بشكل هائل وبرضو عندك رغبة للتواصل إن كان مع زملائك أو رؤسائك يعني جيدة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء برضو جيدة على مستوى بيت الشراكي بتدعم من علاقتك ومن علاقاتك مع شركاء المال أو شريكك العاطفي أو الزوج أو الزوجة يعني الأجواء برضو بتحمل إيجابيات وممكن تحمل مصالحة أو تراجع عن قرار سابق أو يعني هيك نوع من أنواع التقارب أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا يعني بتخلي فيه نوع من أنواع القلق على مسائل لها علاقة بالأموال المشتركة يعني أموال الزوج أموال بنك أموال مؤتمن عليها أموال ميراث دفعات التزامات أشياء من هذا القبيل شوي بتخلي فيه نوع من أنواع القلق يعني شوي بتخليك متوتر ممكن أشياء لها علاقة بمحاكم أو ممكن لها علاقة بإشي لبعض الأشخاص زي نفق أشياء لها علاقة بقضية لها علاقة بمردودات للزواج أو حقوق الزوج أو زوجي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا هنا بتحدث بعض الأمور بعض المسائل اللي على مستوى الدراسة أو التعليم أو السفر أو الاهتمامات ببعض المسائل اللي إلها علاقة بمثلا قضية قضائية أو أشياء إلها علاقة بالهجرة أو الرجعة على أرض الوطن أو إشيئ لعلاقة بالامتحانات الجامعية أهم إشيئ أنك تكون مركز تخلي هاي الأمور كلها بعين الحسبان وتركز فيها بشكل جيد عشان تكون لصالحك أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى بيت السمعة وتقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيتك 11 فممكن تنشط ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالعلاقة بالأصدقاء أو حوار أو نقاش في بعضكم ممكن يستاء من تصرف بعض الأصدقاء أو يدخل بخلاف أو نقاش حاد ما بينه وبين صديق ولكن إجمالا الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية اللي ممكن من خلالها يصير فيه تواصل أو تعاون ما بينك وبين أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا بيت المتاعب ما فيه أي كواكب الآن فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها روتينية بتنجز أعمالك بشكل روتيني اهتمامك بالصحة ممكن تظهر بعض المسائل الصحية بمراجعة طبية مستشفيات أشياء من هذا القبيل أو صحة أحد الأحبة برج الميزان طبعا بالنسبة للقمر بما أنه موجود بالجدي يعني البيت الرابع لا إلك وهذا بسبب نوع من أنواع التقلبات على المستوى النفسي شوي بيضغطك وبعمل هيك نوع من أنواع الحدية أو التشاؤمية من بعض المسائل أو هيك التقلب في المزاج من بعض الأمور فعشان هيك بدك تضبط أعصابك إلى هذا اليوم ممكن اليوم يكون اهتمامك كبير على مستوى البيت أو على مستوى العائلة بشكل واسع أو بشكل مهم كثير أما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا على المستوى المالي ممكن تظهر لك بعض المصاريف أو الأعباء أو في بعضك رح يحصل بعض المكاسب أو يحل مسألة لها علاقة بالمال إما مستردات هبات دعم معين ولكن الأهم أنك تقللوا من المصاريف قدر الإمكان لأنه ما في داعي للمصاريف لزيادة بهاي الفترة يعني الفترة بتحمل نوع من أنواع القلق المالي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء على مستوى التنقلات والحوارات تقريبا نقدر نحيي فيها نوع من أنواع الإيجابية وهي بتعزز من قدرتك على التواصل أو الاتصالات أو الحوارات وعند قدرة على الإقناع عالية جدا لأشياء ممكن يكون في بعض التعطيل لبعض المسائل ولكن إجمالا أنت عندك قدرة على أنك تغير وتبدل أكثر من مرة في خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع فاليوم طبعا بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم اليوم بتبدو مضطرب ومرهف الحس بعض الشيء بتشعر بنوع من أنواع الارتباك أو ممكن تغضب بسرعة اتجنب الخصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم إلقاء اللوم على الأحبة هاي الفترة بتحمل نوع من أنواع الاهتمام بالأعمال المنزلية أو الانشغلات أو أشياء لها علاقة ببعض الواجبات أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الأجواء إيجابية ما فيها أي شيء لا سلبي ولا هذا بالعكس عند كراب اليوم لا تقرب بأحد الأحباء أو تواصل مع الأحباء أو ممكن الاهتمام ببعض الأحباء زي الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا ما يعني جيدة شيئا ما على المستوى الصحي يعني بتحمل بعض الأشياء الواجبة مثلا أو أشياء لها علاقة بالعمل ممكن تنجز بعض الأعمال بمساعدة بعض الأشخاص أو الاهتمام بعمل ما ولكن برضو الوضع الصحي شوي بحاجة لنوع من أنواع الرقابة أو الاهتمام الأكثر بالفترة أما بالنسبة للبيت السابع فبيت الشراكي شوي حاد أو مش شوي يعني عند الأغلب بيحدث نوع من أنواع الحساسية لزيادة اللي ممكن تظهر بعض الخلافات أو النقاشات أو الحوارات أو الجدالات بشكل مفاجئ وممكن تحتد الأمور تكبر في لحظة فعشان يكي أضبطوا عصابكم أثناء تعاملكم ما بينكم وبين الأزواج تحديدا أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأموال المشتركة شوي بتكون فيها نوع من أنواع الإرباك أو القضايا المفاجئة إما دين معين أو أموال الشريك أو ميراث أو أشياء لها علاقة ببنك ضريبة تأمين أو أشياء لها علاقة اللي هي المصاريف اللي لها علاقة بأموال الزوج تحديدا ممكن يعني تهتم ببعض المسائل كقروض وديون ولكن هاي عند الأقلية من موليد برج الميزان أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى اتصالاتك وحواراتك وتواصلك مع أشخاص خارج البلاد إذا كان عندك امتحان أو مقابل اليوم بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحضوظ ممكن بعضكو يهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة إما بالجامعات أو بالدراسة الجامعية أو بأوراق قانونية أو معاملات أو قضية قضائية يعني في نوع من أنواع الاهتمام في هاي المسائل أرجو أنكم ما تهملوها لأنه ممكن تتطور بشكل سلبي أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة تقريبا نقدر نحكي أنها شيئا ما فيها نوع من أنواع المخاطر فمن قل لك ما تجازف وما تغامر ما تشوه سمعتك ما تتدخل بشؤون غيرك ما توجه انتقاد حاول أنك ما تدخل بخلافات برضو مع أحد زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء على مستوى بيت الأصدقاء جيدة فاليوم بيحمل لك كثير من النشاطات الإجتماعية ممكن تنشط بلقاء أو حوار أو تواصل مع بعض الأصدقاء ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو دعوة مثلا أو ممكن فجأة ما تلاقي إلا صديق يجي عندك زيارة أو ممكن أنت تبادر بمساعدة صديق أو صديق يبادر بمساعدتك الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية حاول أنك تستغلها إيجابيا أو اجتماعيا أما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا هو اللي بيسبب الأعطال بيسبب أنه الأمور ما بتمشي معك بسهولة بتلاقي الحظ مش موجود أو معدوم بالفترة هاي في كثير من الأشخاص ممكن يوعدوك ويخلفوا بوعدهم ممكن كثير من المسائل تبقى مطمئن لها ولكن تجد أنه في بعض التعقيدات لإلها في منك رح يضطر إما مراجع الطبيب أو لا اهتمام بمسائل صحية أو إشيء العلاقة بالعمليات يعني إلك أو لأحد الأحبة ولكن إجمالا الوضع الصحي بحاجة للمتابعة والتدقيق والرقابة برج العقرب طبعا بالنسبة لبرج العقرب اليوم الأمور جيدة بالاتصالات والتنقلات عندك رغبة اليوم للاختلاط بالمجتمع بشكل كبير نفسيتك أحسن مشحون بطاقة إيجابية برضو عندك رغبة اليوم للتحرك بكثير من الأشياء أو يعني الاهتمامات بالمحيط بشكل كامل أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه في بعض الاهتمامات على المستوى المالي ممكن تحصل بعض المكاسب اللي بتيجي عادة من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم أهم إشي أنك تحاول أنك تقلل من مصاريفك قدر الإمكان أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء طبعا اليوم تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات يوم مناسب لإجتياز امتحان أو إجراء مقابلة بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر باستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جيدة مشاعرك برضو جيدة وتبرر مواقفك بشكل جيد ممكن تنشط بالتنقلات والاتصالات خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا روتينية يعني بتنجز أعمالك واهتماماتك المنزلية بشكل روتيني ما عندك الرغبة بالخلافات والنقاشات والحوارات بالعكس اهتمامك طبيعي أو ودي على مستوى البيت أو على مستوى العائلة ممكن تنشط ببعض المسائل العائلية أو تهتم لمسألة عائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا إيجابية وبتدعمك بقوة على المستوى العاطفي اليوم ممكن تحمل لك نوع من أنواع اللقاء مع الحبيب أو التواصل مع أحد الأحبة أو ممكن لاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالغراميات أو بالهوايات أو بالنشاطات الفكرية إجمالا الأجواء برضو بتدعمك وبرضو بتعزز بعض النقاط القوية اللي لأيلك أثناء تعاملك مع أحد الأبناء أو أحد الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على مستوى المريخ هو اللي بشوي بسبب لك نوع من أنواع الإرباك أو الضغط على مستوى العمل أو على مستوى الصحة فعشان هيك بدك تنتبه على أعملك حاول تنجز أعمالك ما تتسرع بإنجاز بعض الأعمال دقيق بالتفاصيل قدر الإمكان ابتعد عن الحدية أثناء تعاملك مع الأشخاص اللي بتعلقوا بمكان العمل وعن الخلافات والنقاشات وبرضو اهتم بالتقلبات الصحية يعني شوي بدها نوع من أنواع الرقابة عندك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكة تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية وهي بتعزز من علاقتك ما بينك وبين الشريك ممكن شوي تظهر بعض المشاكل أو النقاشات أو الحوارات يعني بس بتمضي بسرعة أهم شيء ما تفاق من الأمور وما تكبر الخلاف على أساس أن الأمور ما تصل لطريق مزدودة وخصوصا الأزواج اللي علاقتهم بالأساس ضعيفة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى أمور الأموال المشتركة فممكن تعزز بعض النقاط اللي إلها علاقة بقرض بدين بسداد بأمور ميراث أمور إلها علاقة بحوارات مالية أموال الشريك مثلا أمور بنكية ضريبة يعني كلها هاي أمور البيت الثامن ممكن أي وحد منهم تظهر على الساحة برضو في منك ورح يكون له بعض الاهتمامات على المستوى الغيبي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ضاغطة ومزعجة على مستوى البيت التاسع يعني باتصالاتك الخارجية أو تواصلك مع أشخاص خارج البلاد ممكن يجيك خبر تستأله العلاقة بأشخاص في دولة أخرى ممكن موضوع العلاقة بالجامعة أو بالدراسة أو بامتحانات أو أمور إلها علاقة بالتنقلات كل هاي الأمور ممكن أي وحد منهم تكون ضاغطة عليك يعني على حسب مجالك أو على حسب حياتك بتعرف أنت الضغط بيجي من أي اتجاه أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى السمعة جيدة وبتدعمك بقوة خلال هاي الفترة وبتعزز بعض النقاط اللي إلها علاقة بالعمل أو مع رؤسائك بالعمل ولكن زي ما حكينا في البيت السادس انتبه من الخلافات والمشاحنات والتصرع في إنجاز بعض الأعمال أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء جيد جدا ودعمك بقوة فممكن اليوم تنشط بما سائل إلها علاقة بالأصدقاء ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو ممكن تسعد بلقاء بعض الأصدقاء خلال اليوم ممكن هم يفاجئوك بزيارة أو ممكن أنت تبادر بزيارة معينة إلا أجواء فيها إشياء إيجابية أو فرحة أو ممكن تسعد بشيء معين ممكن يبادر بعض الأصدقاء بمساعدتك في مسألة ما وممكن أنت تبادر بمساعدة أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريبا بتحمل نوع من أنواع الجو الإيجابي يعني ممكن تنجز بعض الأعمال وهذا بساعدك أنه ما بيخلي حد يكيد لك في مكان العمل بالعكس عندك أنت قدرات على حل بعض المسائل يعني بجهد عالي صحيح أنه ممكن تتراكم بعض المسائل ولكن أنه حاول أنك ما تحاول تنجز عمليا في نفس الوقت وبرضه هاي بتعطيك نوع من أنواع الاهتمام على المستوى الصحي أو الرقابة الصحية أو الاطلاع على بعض المسائل اللي بتتعلق بوضع صحي بتعلق فيك أو في أحد الأحبة ممكن تشكو من بعض الأعراض الجانبية أو من بعض الأشياء اللي بتيجي عادة إلها علاقة بالتشنجات العصبية أو الشد العضلي أو الالتهابات بالمسالك البولية برج القوس طبعا القمر الآن صار في البيت الثاني لايلك فعشان هيك يبدعمك في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأموال الخاصة فيك فممكن اليوم يكون لك بعض الاهتمامات في هذا المجال ولكن إجمالا أنت نفسيا مرتاح أكثر لأن القمر الآن تحرك وصار في البيت الثاني لايلك فهذا بعزز من نفسيتك وبخليك عندك قدرة على ضبط إنفعالاتك وتهوراتك أما بالنسبة للبيت الثاني فثم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة ممكن تحتاج لمساعدة من جهة ما أهم شي إنك ما تتكبر الكواكب بتعمل لصالحك وبتسهل حياتك لا تسمح لأحد بأنه يغشك كون حريص على أموالك وممتلكاتك وعزز وضعك المالي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء اليوم بتدعمك على مستوى تنقلاتك حواراتك نقاشاتك ممكن تفتح لك مجالات كثيرة أو تنشط ببعض الاتصالات خلال هذا اليوم أهم شي إن تضبط أعصابك قدر الإمكان ممكن اليوم يصير في حوار أو نقاش ما بينك وبين أحد الإخوة أو أحد الجيران بدها شوية ضبط أعصاب ممكن تنشط بتنقلات أو اتصالات انتبه أثناء قيادة السيارة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا يعني جيدة أو استقرت شيئا ما مش زي الأيام اللي مضت كان فيها حدية ممكن تظهر بعض المسائل البيتية أو المنزلية اللي إلها علاقة بمشتريات أو مكاسب أو أشياء إلها علاقة بديكور أو ترتيبات نشاط منزلي معين ممكن يظهر خلال هذا اليوم يعني ممكن يلفت انتباهك أو تواصل مع أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي ما زالت الأجواء حادة وبتسبب لك نوع من أنواع التوتر حاول تضبط أعصابك أثناء تعاملك مع الحبيب ما في داعي للمناقشات ولا للحوارات ولا للمشادات الكلامية الأجواء بدها ضبط أعصاب قدر الإمكان وحاول أنك برضو تركز على مسائل لها علاقة بالتقارب ما بينك وبين الأحبة زي الأبناء أو الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا بتجيب أشياء مفاجئة إلها علاقة بالعمل إما إيجابي أو سلبي على العمل على الصحة هذول النقطين بدك تهتم فيهم بشكل كبير وتراعيهم بشكل جيد وما في داعي لإهمال أي مسألة بتتعلق فيها المسألتين هذول لأن المفاجئة بتيجي من واحد منهم أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء على مستوى بيت الشراكي تقريبا نقدر نحكي إنها روتينية يعني تعاملكم ما بينكم وبين الشركاء بشكل روتيني ما في أي شيء مثلا ممكن يظهر إلا على حسب طبيعتكم أنتم يعني أنه ما في أي تأثيرات كواكب موجودة فعشان هيك طبيعتكم هي الغالبة على هذا الموضوع أما بالنسبة للبيت الثامن فهي بتظهر بعض المفاجئات على مستوى الأموال المشتركة ممكن تنزعج من بعض المسائل اللي إلها علاقة بالقروض أو الديون أو الالتزامات أو قلة المال أو مال الشريك أو أموال إلها علاقة مثلا بقرض أو تسوية معينة يعني هاي الأجواء شوي فيها نوع من أنواع التورد والتوترات بدك تكون حذر بالنسبة للبيت التاسع تقريبا الأجواء يعني برضو جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد بتدعمك بعلاقاتك ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بامتحان أو دراسة لمادة معينة أو الطلاع على علم أو أثقافة معينة أو تدخل بنقاشات إلها علاقة بالسياسة بالفلسفة بالدين اللي عنده امتحان جامعي أو عنده موضوع قضائي بده ما يعتمد على الحظوظ بدك تركزه بشكل جيد وتكونوا مستعدين حتى على مستوى المناقشات أو على مستوى المقابلات أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا على مستوى بيت السمعة جيدة هي فترة أساسا تواجد القمر بالبيت العاشر مش بالأمر السهل يعني هو بحطك في موقع امتحانات مستمر الامتحانات هاي دائما ما بتيجي سلبية هي بتمتحن جهوزيتك هل انت جاهز ولا لا ودائما الامتحانات هاي بتيجي على مستوى العمل وعادة بعد هاي الامتحانات بكون في تقييم لوضعك يا إما شهرة يا إما رتبة يا إما رفعة يا إما شكر وثناء وتقدير يا إما إشي مميز جدا بيكون من ناحية إيجابية فعشان هيك حاول تستغل بيت السمعة بالفترة هاي بكل شيء بيعزز سمعتك أو بيجيب لك الإشي اللي أنت بالدكية حاول أنك ما تشوه سمعتك وما تدخل بخلافات مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء على مستوى بيت الأصدقاء تقريبا يعني روتيني هو بتنشط ببعض الاتصالات أو الحوارات أو التواصل مع بعض الأشخاص اللي هم من الأصدقاء ممكن يبادر أحد الأصدقاء بمساعدتك بمسألة معينة أو التواصل معك وممكن أنت تبادر بمساعدة أحد الأصدقاء الأجواء بتدعمك على مستوى معارفك وعلاقاتك أهم شيء أنه اليوم تستغله اجتماعيا لأنه ممكن تلجأ لواسطة أو لدعم أو لشخص على أساس تستشيره في مسألة معينة أو تطلب رأيه في شيء أنت عزم النية عليه أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى العمل على مستوى الصحة يعني اهتماماتك الطبيعية بتهتم بأعمالك اليومية أو انشغلاتك اليومية بشكل روتيني ممكن بعض المسائل الصحية تظهر على الساحة ولكن ممكن مش إلك يعني الأجواء بيت السادس أورانوس هو اللي بيأثر على الصحة شوي ولكن هنا إذا ظهرت بعض المسائل حاول تستشير طبيبك ولكن الأغلب الاهتمام الصحي رح يكون على أحد الأحبة أو أحد المقربين لا إلك برج الجدي طبعا اليوم تبدأوا فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم السيطرة على زمام الأمور حاول إنك تجد جديد وتبحث عن أمر مميز بتعيش فترة واعدة من الأفراح والنجاحات من أسرع فترات الشهر وأقواها حضوضا بالنسبة لك لأنه مش دائما القمر لما بدخل عندك بيكون سعيد فالفترة هاي بتدعمك على المستوهات بشكل كبير أهمش إنك تدخل التنويع على حياتك الشخصية الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع الانفراج والتسوية أما بالنسبة للبيت الثاني فاليوم ممكن يكون لك بعض الاهتمامات على المستوى المالي شيئا ما ممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بالوضع المالي ممكن مصاريف ممكن دفعات ممكن قلق من وضع مالي معين إجمالا يعني الأجواء يعني متقلبة على مستوى وضع المالي في منكو رح يحصل بعض المكاسب المالية أو يهتم بدفعات معينة ولكن الأهم إنك تبتعد عن المصاريف لزيادة أو الأشياء الغير مرغوب فيها بالفترة هاي لأنها بتشكل نوع من أنواع الضغط عليك بشكل واضح أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل عندك سرعة بديهة عالية وقدرة الإقناع عندك عالية جدا بالفترة هاي حتى نشاط على مستوى الفكر نشاط على مستوى الدراسة أو الاطلاع على معلومات علمية ممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالاتصالات بالمواصلات بالتنقلات بالتعامل يعني كلها هاي ممتازة في منك راح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة إما بالأجهزة الإلكترونية أو مسائل إلها علاقة بالسيارات أو التنقلات بتكونوا حذرين أثناء تعاملكم مع أحد الإخوة أو مع أحد الجيران أو أثناء تنقلاتكم أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء من المريخ بتضغط على مسائل إلها علاقة بالبيت ما زالت الأجواء بتظهر بعض المسائل البيتية أو العقارية أو العائلية اللي شوي بتكون مربكة ممكن نقاش ممكن حوار ممكن قلق من وضع معين ممكن إنزعاج من تصرف أحد أفراد العائلة إجمالا الأجواء فيها يعني أشياء إذا استغلتها بشكل إيجابي بتدعمك ولكن المريخ بضغط بسوي جو عصبي أو بسوي توتر بسوي لك ردات فعل عنيفة إلها علاقة بالبيت أو بالعقارات أو مع أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تظهر بعض التقلبات بالمزاج أثناء تعاملكم مع الأحبة فعشان هيك بدك تسيطر على إنفعالاتك وتقلبات المزاج عندك قدر الإمكان حاول تخلي في نوع من أنواع التواصل الجيد ما بينك وبين الأحبة بشكل مباشر الأهم برضو من هاي المسائل كلها أنه أنت شوي هيك حاول أنك أنت تنشط بالمجالات الفكرية أكثر وحاول أنك تخرج وتغير وترفع عن نفسك ما تحصر حالك بإطار يعني ضيق أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى العمل وتفتح لك فرص ممتازة إلها علاقة بالعمل وإلها علاقة بالصحة الأجواء ممكن يعني تفتح لك أبواب كانت صعبة بالفترة الماضية على مستوى العمل أو تنجز أعمال كانت صعبة في الفترة الماضية الإهتمامات الصحية هي الإهتمامات الروتينية بس الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة هذولا يهتموا بأدويتهم ومراجعاتهم الطبية أما بالنسبة للبيت السابع فهي بتجيب خلافات ونقاشات حدي على مستوى أمور إلها علاقة بالشركاء شركاء المال شركاء العاطفي ما بينك وبين الأزواج بتجيب تقلب حاد أو سوء تفاهم أو إنزعاج من مسألة معينة الوضع شوي حساس على هذا الباب فشوي بدك أنت تركز فيه بشكل قوي حاول إذا كان فيه عندك قضايا قضائية أنك تهتم فيها وما تهملها أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء بتدعمك على مسائل إلها علاقة بالأموال المشتركة ممكن تهتم بمسائل إلها علاقة بقرض بدين بميراث بديون مثلا أشياء إلها علاقة مثلا بالبنوك بالضريبة بالتأمين أو بأموال الزوج أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى العلم والبحث والدراسة والتواصل والجامعات والامتحانات وأمور إلها علاقة بالسفر وأمور إلها علاقة بالقضايا القضائية كل هاي الأمور ممتازة فممكن أنت وحد منهم تنطبق وممكن كلهم ينطبقوا عليك استغل الفترة هاي لكل الأمور اللي إحنا ذكرناها وممكن هاي الفترة تحمل لك إيجابية بعلاقة مع حد أجنبي أو خارج البلاد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة تقريبا نقدر نحكي فيها إيجابية قوية يعني بتعزز قوة بيت السمعة عندك بشكل كامل أهم إش أنك ما تبادر بأي شيء ممكن يشوه سمعتك حاول تهتم بنفسك أكثر وممكن يكون لك تعامل مع زميل أو مع رئيسك بالعمل إيجابي أو سلبي أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء برضو بتدعمك على مستوى بيت الأصدقاء بتعمل قدرة هائلة على كسب الأصدقاء بالفترة هاي وبرضو على أمور إلها علاقة بيت دعوات زيارة احتفال معين تواصل مع بعض الأصدقاء في شيء معين أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى الصحة وعلى مستوى العمل ما في أي ضغط من بيت المتاعب ممكن تهتم بصحة أحد الأحبة برج الدلو طبعا بالنسبة للقمر بما أنه موجود في بيت المتاعب الآن فالأجواء هي مش الأجواء المثلة بالنسبة لك هاي الفترة متعبة ومرهقة نفسيا وماليا وجسديا وصحيا وعاطفيا حتى فعشان هيك الأمور ضاغطة بشكل كثير بالفترة هاي بتحمل نوع من أنواع التأخير أو التعطيلات اللي بتيجي بشكل مفاجئ فعشان هيك شوي هاي بدها نوع من أنواع التركيز وتشحن حالك بطاقة إيجابية أو خلي أمورك تمشي بشكل روتيني خلال اليوم وبكرة لحدية ما القمر ينتقل ويصير لعندك بعدها كل هاي الأشياء بتتغير لصالحك أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء طبعا ممكن تعطيك بعض الاهتمامات على المستوى المالي في منك رح يحصل بعض المكاسب المالية أو أمور إلها علاقة بالمستردات المالية أو هبات مساعدات ولكن في مصاريف مقابلها ممكن تأخذ الإشي اللي بيجي أو في مطالبات مالية حاول تقلل من مصاريفك وما في داعي للتهور في المسائل المالية بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت الثالث اللي له علاقة بالتنقلات والاتصالات فهو بعطيك نوع من أنواع التسرع بالقرارات باتخاذ القرارات الحدية بالطباع العصبية في بعض الأوقات حاول قدر الإمكان اتركز أثناء تنقلاتك أثناء حواراتك أثناء نقاشاتك إذا كان عندك امتحان أو مقابلة ركز ما تندفع ما تتهور يعني أحاول أنك ما تعتمد على الحظوظ بشكل كامل ممكن تحمل لك بعض الأعطال بتتعلق في أمور العلاقة بالأجهزة الإلكترونية أو أمور العلاقة بالسيارات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا يعني هي روتينية شيئا ما ولكن اليوم ممكن يكون فيها بعض المفاجآت أو الجدالات أو الحوارات أو أخبار إلها علاقة بالعائلة أو اهتمام بمصاريف الزيادة أو ظهور بعض الأشياء المزعجة اللي إلها علاقة في البيت بدها اهتمام كامل ما تهملها وما تبتعد عن مسؤولياتك عشان الأمور ما تتفاقم وتكبر أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا يعني ضاغطة أو فيها بتحمل نوع من أنواع القلق ممكن تستاء من تصرف بعض الأشخاص المقربين لإلك ممكن تنزعج لمسألة إلها علاقة بالحبيب أو تتوتر على مسألة معينة أهم شيء أن الفترة هي ما فيها داعي للمغامرات العاطفية شوي بدك تكون روتيني وتتعامل تمشي الأمور لحديث ما يوصل القمر لعندك وتصير الأجواء تدعمك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء هنا بتعمل أشياء سلبية على مستوى العمل على مستوى الصحة الفترة هي يعني إجمالا لو لاحظت كل بيوت ضاغطة عليك بشكل كبير طبعا مش أنا بدي أعطيك سلبية أو طاقة سلبية هي الأجواء هيك يعني أنت نفسك عارف أنها الأجواء هيك فبس بدها الأمور أنك أنت تضبط أعصابك مشي اليومين هدولا على خير راقب وضعك الصحي ما تهمل عملك عشان الأمور تمشي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكة فهو روتيني بيت الشراكة المالية والعاطفية وطريقة تعاملك ما بينك وبين الزوج أو الزوجة يعني بدك تتعامل بشكل روتيني الأجواء ما فيها نوع من أنواع الحدية يمكن أنت من كثر الضغوط شوي حابب أنك تتمشي الأمور بسلام إلا قلة منكم ممكن يفقد عصابه فتكون الأمور شوي فيها نوع من أنواع المواجهات أما بالنسبة للبيت الثامن فبدعمك على مستوى مسائل إلها علاقة بالقروض والديون على مستوى منح على مستوى هبات على مستوى أشخاص بتوعدك ببعض الأمور لتطوير وضع مالي معين أمور إلها علاقة بميراث مثلا أو بالغيبيات كلها هاي الأمور إيجابية وبتدعمك حتى أموال الشريك ممكن أنها تكون لصالحك حاول أنك تستغل الفرص قدر الإمكان وحاول أنك تسوق لأمورك بهدوء وروية وعقلانية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وأمور إلها علاقة بالدراسة أو التعليم أو الجامعات أو حتى بعض الأمور اللي إلها علاقة بأشخاص يعني إما أجانب أو مقيمين خارج البلاد ممكن يكون رغبة لبعضك بأمور إلها علاقة بالسفر أو العودة لأرضك الأم أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة برضو بيدعمك بشكل قوي وبيعزز من سمعتك وبتقدر تدافع عن سمعتك بشراس الفترة ما تسمح لأحد بالتشكيك بقدراتك ممكن شوي تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بعلاقاتك أو معارفك أو أمور إلها علاقة إما بزملاء العمل أو رؤساءك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 برضو بيدعمك على مستوى بيت الأصدقاء فبيعزز من علاقاتك وممكن اليوم تنشط إما برفقة صديق أو الاهتمام بصديق أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بمساعدة صديق لإلك في عمل ممكن يتطلب شريك أما بالنسبة لبيتك 12 بيتك 12 شوي زي ما حكينا أن القمر موجود فيه فالفترة هاي بتشعروا بالتعب بنال منكم بتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير من أعمالكم حاولوا أنكم تخلدوا للراحة هاي فترة محبطة وفارغة تماما من كل خبر وحسم حاول إنهاء الشهر بسلام ممكن تواجه ضغوط وعراقيل وامتحانات صعبة ممكن تخسر صفقة تجارية أو تحزن لخبر لا داعي للتسرع بالفترة هاي يعني بدك تضبط عصابك بشكل كبير برج الحوت يعني على المستوى النفسي اليوم فيه إيجابية يعني فيه ثقة بالنفس عندك قدرة على التنقل والتحرك رغبة للتواصل حابب إنك ما تضلك في مكان واحد حابب إنك تتحرك لأكثر من اتجاه يعني فيه عندك رغبة للاتصالات الاجتماعية كثيرة بالفترة هاي للمجاملات الأهم إنك تستغل اليومين هذولا اليوم وبكرة بإنجاز كل شيء مهم لأنه أنت داخل على فترة القمر رح يدخل عدال وعبيت متاعبك فهذا رح يرهقك بالفترة القادمة لمدة يومين وربع حاول تستغلها بالأيام هاي لإنجاز كل أشياء مهمة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء بتدعمك على المستوى المالي اليوم ممكن تحصل على بعض المكاسب المالية أو الاهتمامات المالية أو ممكن مساعدة هبة دعم معين ولكن حاول إنك تقلل من مصاريفك قدر الإمكان لأن الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء بتدعمك بشكل جيد على مستوى الاتصالات والحوارات والتنقلات شوي أورانوس بضغط على العصبية أو بخليك تتهور في بعض المسائل أو تندفع في بعض المسائل حاول تضغط حالك قدر الإمكان بالشكل الإيجابي وتمسك نفسك من ردات الفعل السلبية إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بدك تركز بشكل جيد وما تعتمد على الحظوظ وانتبه أثناء تنقلاتك وخصوصا بالسيارة ممكن يكون لك تعاون أو تعاون ما بينك وبين أخ أو جار أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت تقريبا منقدر نحكي أنها روتينية يعني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتعاون بأمور البيت بشكل روتيني ممكن تنجز بعض الأعمال المنزلية أو الاهتمامات العائلية تكون بشكل روتيني ممكن تسعد بمساعدة أحد أفراد العائل لا إلك أو دعم أحد أفراد العائل لا إلك بمسألة معينة حاول أنك تنجز أعمالك المنزلية وعمل نوع من أنواع تقارب ما بينك وبين العيل في هذه الفترة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي بتخلي حساسيتك عالية عاطفتك جياشة بتنزعج من بعض المسائل ممكن تتذكر حض قديم أو يظهر أمامك بشكل مفاجئ أو تتفاجأ من اتصال منه ممكن تنشط بمسائل فكرية ولكن الفكرية هاي بتكون يعني إذا أنت بتكتب شعر مثلا الإشي الحزين أو الإشي اللي بفرغ الطاقة بتفرغه بإشي إما كتابي أو قول يعني زي شعر ونثريات وأمور هاي أما بالنسبة لتعاملك ما بينك وبين الأبناء وما بينك وبين الوالدين فتقريبا الأمور مستقرة ولكن ينذير بالك من سوء التفاهم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل تحملك إنجاز بعض الأعمال بشكل جيد عندك قدرة للاهتمام بعملك وممكن أشخاص يساعدوك أو يساعدوك في إنجاز عمل معين إلى أهم برضو راقب وضعك الصحي صحيح هو بتحسن بإيجابية وداعم لإلك بقوة إلا أنه بتطلب منك لسه نوع من أنواع الاهتمام البسيط جدا أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء دعم وبقوة على مستوى بيت الشراكي وهي بتدعمك لأمور تعزيز الشراكي أو للارتباط أو لتطوير علاقة لمرتبة الارتباط أو الشراكي في منك رح يدخل بأشياء زي مصالحة أو تراجع عن قرار سابق أو مثلا تعامل جيد ما بينك وبين الزوج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء برضو جيدة على مستوى الأموال المشتركة اليوم ممكن تحصل بعض المكاسب اللي بتيجي عادة إما سداد دين أو قروض أو دين معدوم وممكن بعضك يلاقي أشياء كان فاقدها بالفترة الماضية يعني برضو فيه اهتمامات بأموال الشريك أموال الزوج بشكل كبير بالفترة هاي أهم إشي أنكم تنعو عن المشاريع بالفترة هاي إلا إذا راجعتها وناقشتها ودرستها بشكل واضح يعني ما فيه داعي للتصرف العاطفي في الفترة هاي على الأمور المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء قوية جدا اليوم ممكن تنشط بوضع الاتصالات الخارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو ما تعامل مع أجانب أو تبحث عن مسألة علمية أو تطلع على علم معين أو تأخذ دورة أو تسجل في دورة معينة الأجواء بتدعمك على مستوى الدراسي على مستوى الجامعة على مستوى الامتحانات حتى على مستوى القضايا القضائية والسفريات والتنقلات اللي ما بين المدن بتدعمك بقوة هاي الفترة ممكن تعرفك على وجوه جديدة أما بالنسبة لبيتك العاشر فالأجواء برضو داعمة على مستوى بيت السمعة بتدعمك بقوة وبتعزز من علاقاتك في مكان العمل أو علاقاتك مع زملاءك ورؤساءك بالعمل بشكل قوي يعني فيه نوع من أنواع الإيجابية على مستوى العمل لصالحك أما بالنسبة لبيتك 11 هو اللي بيخلي فيه نوع من أنواع التوتر ما بينك وبين بعض الأصدقاء أو من صديق معين صحيح أن الفترة هاي ممكن تنشطوا اجتماعيا وتلتقوا لأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة بتميل للتواصل مع الآخرين وممكن تنجح في حج تأييد أو دعم لقضيتك بتتحمس للقاء الناس وللتعارف ممكن تسافر أو تنضم لجمعية أو تهتم لشؤون أقارب الشريك أما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا الأجواء جيدة ما فيها أي مشاكل على المستوى الصحي وعلى مستوى العمل بالعكس اهتماماتك هي على حسب طبيعتك راح تكون على مستوى بيت المتاعب ما فيه أي شيء بخوف ممكن تحمل بس قلق على أحد الأحبة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر